اشتركوا في القناة وضعت الخطورة جراء انفجار نجم عن استعمال مادة البنزين لتفجير حجر داخل بئر بأحد الدواوير المتواجدة بمنطقة بو احمد التابعة لجماعة استيحات باقنيم شفشاون وحسب مصادر مطلع فان هذا الانفجار الذي وقع شية امسنا الخميس ادى الى وفاة شخص اربعين بعين المكان فيما لفظ اخيرا فاساها صباح اليوم الجمعة بمستشفى سنيطرم البيتتوان واضافت المصادر عينها انه تم وضع باقي المصابين تحت العنية المركزة بقسم الانعاش نظرا لخطورة حالتهم الصحية وفي تصريح الاخبار ناكد حضل عطرة طبية المدومة بقسم المستجلات بالمستشفى الاقليمي لتتوانا الشخص الذي توفي قبل قليل تعرض للإصابة خطيرة على مستوى الرأس والعمود الفقري كما ان هناك من بين الضحايا طفل في عصر من عمرها مصاب بحروق خطيرة هذا وامرت نياب العمل مختصر جل الدركة الملكية بفتح تحقيق مفصل في الواقعات الغامضة